بأكشنات يورجين كلوب في المؤتمر الصحفي ولما يقول جملة زي انه انا لو تمنيت التوفيق لصلاح او اندو فيما له علاقة انك توصل للنهائي اكون كداب وده راجل حقيقي في اغلب المواقف تحول الموضوع الى ما يشبه الوباء في الكورة انه في انجلترا كله مضروب وانجلترا وغير انجلترا والحاجة معه ان يورجين كلوب بيقوله هو بيدرب الموضوع في مقتل انه محروم من اتنين لعيبة مع لستة ماتشات عجب يعني صلاح هيغيب عنه ماتشات عند صلاح مباراة ارسنل تكسر اتحاد الانجليزي ولا يتمنى ليفربول ان يكون فيه مباراة تانية عنده فولم ذهاب وقياب نصف نهائي كسر ربطه عنده بورنوس وعنده تشيلسي وعنده ارسنل تاني وعنده بيرلي ده في حالة ان احنا وصلنا النهائي خد بالك بقى انه القصة دي يا جماعة انا بس عايز عبدو يعرض لنا لستة اللعيبة اللي كان عندها مشاكل في مسألة الزهاب لكسر الامم النسخة اللي فاتت النسخة اللي فاتت يعني لستة اللعيبة الموجودة اللي كان عندها مشاكل قدت الى عدم المشاركة في كسر الامم تتخضى من الاسماء وتتخضى من المنتخبات فلما حنا بعلم ان تونس مثلا يقولك انا مش رايح وانت تتخضش وبعد شوية خالد عامر هيكلمة في القصة دي بالتفصيل في انه ليستة اللعيبة في كسر الامم غايبة عند المشاركة زي صلاح زي هالر فيكتور اوسمن قدوس امراب كل اللعيبة اللي هي عندها مشاكل عندها مشاكل بوضوح يعني دي نقطة كبيرة جدا اللعيبة بقى اللي صارعت مشكلة النسخة اللي فاتت زي مثلا اسبعيلة صار كان خايف من كورونا اي مانويل دانس خايف من كورونا محمد سليسو وفيكتور اوسمن مع منتخب ناجوريا اللي كان حاسس ان هو مش في افضل احواله فيكتور اوسمن ماتيب اللي بعد ديلور اللي بعده رجع قيلة مش مؤكدة قيلة انه زلزولي فكر في انه يلعب لمنتخب اسبانيا في هذا التوقيت قيلة وساعتها كان مع برشلونة في توهج وفي قطوة وانا عايز احتفظ بمكاني فلما توصل للموضوع ده تعرف ان رفزي تيركن كلوب هي على حق بالمناسبة مش كلوب بس بوستي جوجلو بوستي جوجلو كان عنده مشكلة كبيرة جدا وصديقنا حمزة الشتوي اكد لنا خبر زلزولي انه اه فعلا كان الموضوع على وشك انه يلعب لأسبانيا بوستي جوجلو عنده مشكلة كبيرة جدا عنده افريقيا واسيا يعني عنده صن بعيد عنه وعنده كمان العيد موجود في نص الملعب غيب عنه في توتنهم لمرحلة انه اونانا اونانا في الوقت الحالي في مباراة منشستر توتنهم فالموقف انه اونانا يلعب ماتش منشستر ده قبل ماتش الكاميرون بيوم يلعب المباراة ويسافر وهناك طلب قدمة للاتحاد الكاميروني لسامويل اتو انه نعديها ماتش توتنهم واحنا مش مستحملين فلك انت تخيل الموضوع وصل لحد فين بوسي جوجلو كان عنده بابي سار وعنده صندتين مع بعض هم اللي غايبين هنوصل لمرحلة انه الفرق في اوروبا اما انها هتبتعد عن شراء الافرقة او انك المواقف اللي زي دي لعيبة كتير هتتفاجئ انها مش عايزة تيجي قصو من المرة اللي فاتت زلزولي كان على وشك تغييري الجنسية ونانا بيحاولو يحلهالو باي طريقة ممكنة حنبعل اعلن رسميا انا مش جاي لتونس فالموضوع اصبح كبير واصبح خطر جدا جدا في هذا التوقيت اخر حاجة تعليقة على موضوع الصلاح ده فيما يتعلق بالذهاب بارنز اسطورة ليفر بول علق على فكرة انه صلاح اخر الموسم رايح السعودية ولا لا بالمناسبة مقال ديني ميلي اللي استعرضناه قال هيكون حاجة منطقية لو سمح ليفر كول بذهاب صلاح بهذا القدر من المال لكن بارنز كان عنده رأي مهم جدا قال بارنز لو السعوديين جنب امتمي ليون جنس ترليني على صلاح هنعمل ايه ده قريب من 32 سنة هل هيكون لعيب جيد في العام الجاي لو نظرة من وجهة نظر صلاح فهو اللي لازم يقرر هو محتاج يعمل ايه بالزبط لكن هنا يا جماعة حاجة مهمة جدا 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 كلام بارنز محترم ويفكر بلهجة تقدارة ليفر بول لكن وجهة النظر المصرية بقى في الموضوع سوبرليج في الموضوع ان الموسم الجاي ده هو اهم موسم في تاريخ محمد صلاح في تاريخه وقلتها قبل كده مرة واثنين وقلها التالتة والمليون صلاح السنة الجاية باذن الله تعالى موجود في دوري ابطال اوروبا صلاح لو بيلنجهم ما خدش تشامبيونز ليج وما خدش يورو هو ممبابي اللي ما بينهم ما فيش حد عنده تأثير السنة دي زي صلاح صلاح السنة الجاية موجود في التشامبيونز ليج مع فريق محترم رأس برأس ما فيش ماسي ما فيش كريستيانو منك لبلنجهم منك لمبابي منك لهالند ما فيش كسعالم ما فيش شورو ما فيش اي حاجة براك هو الموسم الاخير اللي صلاح محتاج انه يبزل فيه كل حاجة ممكنة لانه الحلم اللي كل المصريين حلموه من سنين فاتت عشرين خمسة وعشرين ده المحك قبل عشرين ستة وعشرين اللي هيكون غالبا آخر كسعالم ليك فانت عندك عصرت الخبرة وعصرت التعب وعصرت الشقة هيكون عام واحد فقط اللي هو عشرين خمسة وعشرين انت مرشح لبلندور بإذن الله يتعالى عشرين خمسة وعشرين وانت الراجل اللي بإذن الله برضو هتقود المنتخب المصري لكاس العالم في عشرين ستة وعشرين فلا اعتقد انه صلاح الموسم الجاي هيفكر نفس التفكير وكان الاولى انه كان ممكن يعمل اللعبة اللي كان السعوديين هيفقوا بيها اللي هي لعبة ميسي ولعبة مبابيل اللي هو ايه تعالى سنة اعارة سنة واحدة وارجع تاني فكان انا هيحافظ له على اننا السنة مفيش شامبيونز ديك ألعب في السعودية عادي وارجع من تاني لكن اللي بيخليني معين لفكرة ان صلاح مش هيوافق على ده حتى السنة الجاية انه كان الاسهل يقبلها الموسم اللي فات لسنة واحدة سهلة لكن هو قرر انه التجربة الاوروبية لازم تنتهي بافضل شكل ممكن انا مش هيتقاني ان انا فشلت ان انا متأهلش لشامبيونز ليج انا مكمل ومكمل وهفضل مكمل وفي اعتقادي ان السنة الجاية محكة حقيقي وقوي جدا